18 عشرة واللي أصفرت على أن الأهلي حي لعب أولى مبارياته في الموسم الجديد مع النادي الإسماعيلي الفريق الكبير والمحترم واللي أكيد بنقدره بنحترمه بشكل كبير جدا واللمرة الثالثة على التوالي البداية هتكون مع نادي الإسماعيلي لسه طبعا المواعد ما تحددتش لكن خلينا أقول لكم المباريات بالنسبة ليه النادي الأهلي الإسماعيلي الأول بعكا أصوان في الداخلية في الاتحاد طلاع الجيش غزل محلة فيوتشر فاركوس موحة قليوباترا بيراميد وأيضا بمبي اعتقد في الاسبوع الحداشر بمبي في الاتناشر ومصري في التلاتاشر والزمالك واميرات القمة في الاسبوع الاربعتاشر كانت لعب البنك الأهلي وبعكا اتلعب حرص الحدود والمقاولين ممكن يناس تقول لك البداية سهلة أو صعبة أو كلام من ده كل المطشد صعبة كل المطشد صعبة فيش حدى سهل حتى لو هتبتدي مع احترامي مثلا بحرص الحدود اللي لسه صاعد أو الداخلية اللي لسه صاعد كلام من ده فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في بدايته كمان في بطولة الدوري لكن عندك بطولة غاية في الأهمية بإذن الله تعالى يوم 28 أكتوبر المجر مع الزمالك في كاس السوبر المصري في بوظابي يوم 28 أكتوبر فأنا عن نفسي يعني عن نفسي أنا مشوف المرحلة دي هي مرحلة مهمة أوي إن أنت تروح أو يكون هدفك من خلالها إنك توصل اليوم 28 وإنت في أتم الجاهزية الفنية والبدنية عشان أنت هتلاقي فريق قوي فريق عنيد زي نادي الزمالك فريق عنده استقرار فني بقاله أكتر من سنة مع مدرب محترم زي فريرة بعناصر جيدة بتدعمات كمان وصفقات جديدة لكن ده مش معناه إن أنت قليل لا أنت فريق كبير جداً أنت بطل أنت قدرت يعني تحقق إنجازات كتيرة جداً عمدار الفترة فاتت اللهم مثلاً الموسم المنقضي بس لما كانت شيء توفيق للأسف الشديد يعني وعوامل كتير أثرت على الفرقة لك أهمني أوي إن أنا أروح اليوم 28 بإذن الله تعالى وأنا جاهز فنياً وبدانياً عشان إن شاء الله أجيب البطولة دي تديني أحسن دفعة للموسم كله أحسن دفعة للموسم كله مع جهاز فني جديد مع اللعيبة كلام من ده إن شاء الله لإذن الله الأمور تبقى مناسبة جداً بالنسبة لنا في هذا الموسم اللي إن شاء الله جمهور الأهلي يفرح ويقبل يعني مصالحة اللعبين من خلال البطولات خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل بقى هتكلم في جزئية غاية في الأهمية استنوا يلا بي شكراً للمشاهدة